موسيقى نحن نتحالف في العلن لا نرقص في الخفاء مفهوم عبر به الرئيس الروسي فضامير بوتين عن طبيعة العلاقة التي تجمع بلاده مع التنين الصيني إذا شار بوتين إلى أن موسكو وبكين لا تعملان على تأسيس تحالف عسكري وأن تعاونهما العسكري بين البلدين يتسموا بالشفافية وليس هناك ما هو سري بحسب الدب الخناق يضيق والأحلاف تتباعد وسبعة أيام مهلة على وقع هذه الأزمات يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنيهو الذي أمهلته المحكمة العليا الإسرائيلية للرد على اتهام بازدراء القضاء وذلك بالتوازي مع انضمام نائب بارز في الكنسة الإسرائيلي من حزب أليكود الذي يتزعمه نتنيهو لدعوة أطلقها وزير الدفاع لتعليق تعديلات مقترحة على النظام القضائي تسببت في جدل وانقسام في إسرائيل كم الساعة؟ قد تكون الرابعة أو الخامسة هكذا استيقظ اللبنانيون على توقيتين مختلفين واستخلاف متصاعد بين السلطات السياسية والدينية حول قرار تمديد العمل بتوقيت شتوي لمدة شهر إذ أعلنت البترايركية المارونية رفضها قرار الحكومة بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي كما صارت محطات تلفزة لبنانية على النهج ذاته في إشارة إلى تزايد الانقسام في هذا البلد الذي يعيش أزمات سياسية بصبغات طائفية ويعيش انهياراً اقتصادياً ترك ثمانين في المئة من مواطنه تحت خط الفقر ادفع لي أتحالف معك اتهام وجهته تايوان إلى هندراس التي أعلنت قطع علاقاتها مع تايبي وإقامة علاقات مع الصين وكشف وزير الخارجية تايواني أن حكومة كاسترو طلبت مساعدات اقتصادية ضخمة بمليارات الدولارات وقارنت بين برامج المساعدة المقدمة من تايوان وهو ما أكدته رئيسة تايوان التي قالت إن بلادها لن تنافس الصين في دبلوماسية الدولار عض قلبي ولا تعض رغيفي نداء سترفعه إحدى النقابات العملية الكبرى في ألمانيا والتي أعلنت تنظيم إضراب كبير المقرد غدا لإثنين واعتبرته مسألة حياة أو موت لآلاف الأشخاص الذين يكافحون من أجل أجور أعلى في ظل اتفاع معدلات تضخم 330 ألف عامل يريدون 500 يورو كزيادة أجور سيؤثر إضرابهم بحسب السلطات على خدمات السكك الحديدية وفي المطارات في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أرابا الكل هنا يحبه لهذا السبب يسعى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى استقدام الإيطالي كارلو أنشلوتي مدرب ريال مدريد لتولي قيادة منتخب باسلساو بحسب إننالدو ريدريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الذي قال إن أنشلوتي يحظى باحترام جميع اللاعبين ليس فقط فينيسيوس جونيور وإدرسون وريدريغيز وكاسيميرو بل وامتد الهوس بانشلوتي بحسب رئيس الاتحاد البرازيلي إلى الجماهير التي تريد رؤية المدرب القادمة من بلاد المافيا على أرابيها كثير من المتعة قليل من الأموال يبدو أن رونالدينو اكتفى من الأموال حينما قرر أن يلعب لفريق بورسينوس بدوري الملوك إذ لا يتقاد البرازيلي الدولي راتبا مذهلا على الإطلاق بل على العكس تماما فيحصل على سبعين يورو فقط عن كل مباراة بعدما كان المحترف الدولي يتقاد أغلى الرواتب مطلع الألفية الجديدة